الى القاهرة مجددا تعود وفد التفاوض بشأن وقف الحرب في غزة يقود وفدة الابيب رئيس المصاد والشاباك بحسب هيئة البث الاسرائيلية بينما تنقل شبكة سيانان عن مسؤول امريكي مشاركة مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الاوسط في المباحثات التي تأتي بعد ايام من جولة الدوحة انها لحظة مفصلية في مصاري المفاوضات وفي تاريخ المنطقة تقول المندوبة الامريكية في مجلس الامن لقد وفقت اسرائيل على مقترح سد الفجوات وعلى حماس ان تفعل المثل وكأعضاء في هذا المجلس علينا ان نتكلم بصوت واحد وعلينا استخدام تأثيرنا للضغط على حماس للقبول بمقترح سد الفجوات الذي يتضمن منافع جمى وفورية للفلسطينيين في غزة في اجندة الجولة الجديدة يناقش المجتمعون مسألة نشر قوات دولية في محور فلادلفيا لمدة ستة اشهر وتكلف افراد امن محسوبين على السلطة الفلسطينية لتولي ادارة معبر رفح مع اشراف امريكي اما المعضلة الكبرى التي يقف عندها المفاوضون فهي بقاء قوات اسرائيلية في محور فلادلفيا الفاصل بين مصر وقطاع غزة ورقة ضغط لا يريد نتنياهو التفريط فيها بينما تعتبرها القاهرة امرا مرفوضا وغير قابل للتنازل المعضلة الاخرى تتمثل في اعتراض حماس على بقاء قوات اسرائيلية على طول ممر تسريم بالاضافة الى رفض مقترح نفيس جناء فلسطينيين بعد الافراج عنهم يدرك المفاوضون من تل ابيب ان اسرار نتنياهو على فرض شروطه قد يؤدي الى انهيار المفاوضات رغم ان رئيس الوزراء الاسرائيلي تلقى من الرئيس الامريكي جو بايدن حديثا صارما بشأن ضرورة الوصول الى اتفاق وفق موقع اكسيوس الامريكي ضغط واشنطن لا يبدو انه حاسم في تليين موقف نتنياهو بشأن التفاوض في وقت تنقل فيه اذاعة الجيش الاسرائيلي عن مصدر مطلع على المفاوضات تشاؤمه بشأن مخرجات الجولة الجديدة التي لم تعلن حماس مشاركتها